جميلة الآية دي نحن عمله ودي بتفكرني بحاجة لما كنت في كندا في واحد بيحب التحف وبيشتري التحف الغالية جدا وهو غني جدا مصري في كندا عزمني عشان أروح أشرب عنده الشاي فأنا دخلت عنده الهول بتاعه وجاجب فيه حاجات جميلة جدا يقول لك الموناليزة دي واختها من المزاد كذا بكذا ودي كذا ودي كذا حاجات هي أسرية وفخمة وغالية ولها قيمة وهو طبيعته كده بيحب كده وبعدين وأنا ببص لقيت في السنتر وسطاني صورة صورة مرسومة بخط اليد لجنينة أشجار ووحدة بيتم له مية وبتاع بس الصورة مش ولابد جنب الحاجات التحف دي ما تسويش حاجة فأنا قلت له إيه؟ قلت له الصور دي أنت قعدت تشرحها لي دي خدتها من المزاد الفلاني وده من المزاد الفلاني طب والصورة دي قال لا دي الصورة دي أنا رسمها بإيدي وانا في السنوية العامة فغالية علي جدا أتاري عمل إيديك أغلى حاجة نحن عمله طب والكون الكون خلقته لما جاي يخلق قلياكو النور بكلمة لتظهر اليابسة بكلمة الشمس والأمر والكواكب والنجوم بكلمة لتنبط الأرض بكلمة حتى ملايكتو خلقهم بكلمة لكن جاي عند الإنسان ما قالش ليكن إنسان قال نعمل الإنسان أول ما يمدي إيده مدها في الطين وعمل الإنسان عشان كده نحن عمله وباقي الكون خلقته وعمله غال عليه عملنا بأصابعه وأنامله أدي معنى كلمة نحن عمله مخلوقين مش في آدم لأن لما خلق آدم كان آدم عمله بس الشيطان شوهه وتشوهت الصورة وخلي بالك آدم لما تخلق تخلق على صورة الله طيب ما إحنا تخلقنا على صورة الله من آدم من آدم قالك لا الكتاب المقدس بيقول إن آدم أنجب شيس وده أول ولد بعد قيون وهابيض أنجب شيس على صورة آدم مش على صورة الله تقول لي ما هي هي لا صورة آدم يعني صورة الله اللي شوهها آدم إحنا نزلين بالصورة المشوهة بالخطيئة ولدتني أمي ولدتني أمي آدم خرج من الله وربنا قال كده هو إذا الإنسان قد صار كواحد منها كلمة واحد منها يعني كان فينا وطلع مننا برا لكن لما جي المسيح يسوع في يحنى 17 أيها الآب الذين أعطيتني أريد أن يكونوا واحد فينا مش مننا عشان كده هنا لما يقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة ودي الأعمال إحنا اللي هنعملها لا هو أعدها لكي نسلك فيها دايما أنا بحكي قصة تقرب لنا هذا العمل ويسعدني أن أحكيها دلوقتي طبعا قصة من وحي خيالي بقول أن واحدة ست شطرة جدا كريمة جدا بعد الأداس طلبت من الأباء ومجموعة من الخدمات والخدام أن يروحوا يتغدوا عندها أو يفطروا عندها بعد الأداس فرحوا عندها عملتلهم خمس ستة أصناف من أجمل الأصناف وبعدين لما جم يأكلوا يعجبهم صنف الصنف ده عملته إزاي تقول كذا وكذا 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 والصنف ده كذا وكذا وعملته كذا لا سلم إيديك واحدة ست قاعدة لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل أي حاجة خيبة في كله فقالت كده الحد الجاي هتتغدوا عندي يتغدوا عندك آه طب حاضر جم الحد اللي بعده راحوا عندها عشان يتغدوا قدمت لهم الصفر عليها عشرين صنف من أحسن من الأصناف اللي عملتها الأولى بأيديها بس الأصناف كلها جاية من فنادق فايف ستارز يما يعجبهم الأكل الله الأكلة دي جميلة عملتها إزاي تقول لها دي من فور سيزو طب ودي دي من مينهاوس دي من شيراتون دي من هيلوتون كنا عايزين نقول لك سلم إيدك لكن هنقول سلم إيدين شيراتون و هيلوتون بظبط الأعمال الحسنة اللي بنعملها لما الناس يشوفوها أترميش إحنا اللي عاملينها فبدل ما يقولوا سلم إيدك يقولوا سلم إيدين اللي عملها يروا أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم اللي في السماوات